هذا رأيي بما أن نحكينا على مستلسل البراني عطيتنا الفرصة وعدنا بزرغ نحكيه على مستلسل البراني لأنه ناجح ما زال تندنس وما زال يحقق ملايين المشاهدات اليوم نقوله باللي وزارة الاتصال دارت بيان بعد تذكر فيه بتنصيب وزير الاتصال دكتور محمد العقاب اللجنة يقضى في 20 فيفري الماضي هذه اللجنة اليقضى مهمتها متابعة البرامج الرمضانية عبر القنوات التليفزيونية خلال الشهر الفاضيل وطبعا لتذكير السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمع البصري بتاريخ 3 مارس بدرورة احترام القنوات التليفزيونية الخصوصية وقدسية الشهر الفاضيل سجلت لجنة اليقضى للبرامج بعض الملاحظات بخصوص بعض اللقطات في المسلسل البراني الذي يبث على قناة شروق تيفي وعليه تم توجيه استدعاء للسيد الموديل العام لمجمع الشروق لتقديم توضيحات بهذا الخصوص طبعا احنا نقرؤ ما نجهلوش الأخبار لانه نتهمنا ونمدوها لقاء الناس فكان بعض الملاحظات اننا في الشروق نحترم كثيرا الخطوة التي قابت بها وزارة الاتصال بتنصيب هذه اللجنة بل بالعكس ندعو لان تكون كائنا دائما لجان رقبية او لجان يقضى مثل ما اسمتها وزارة الاتصال الهدف انتحها هو توحيد الخطاب البصري تحديد الخطوط الحمراء تذكير المبدعين ربما ببعض الأشياء التي قد تتجاوز هذه الخطوط ولكن في نفس الوقت لا تكون واعتقد وأجزم بأن هذه ليست في نية الوزارة ولا في نية أعضاء لجنة اليقضى أن يكون ضد ما صار الإبداع أو خطوط حمراء من أجل فرض رقبها فالشروق تحترم القوانين الجمهورية تعمل في هذا الإطار لجنة اليقضى وأعضاءها أيضا يقومون بمهمتهم ومسلسل البراني هو مسلسل في الحلقة الثالثة أو الرابعة منه يعني لا يمكن الحكم عليه نهائيا أحيانا قد يستعمل المبدع أو الفنان أسلوب الصدمة لتوصيل فكرة معينة أو رسالة معينة قد يتقبلها البعض وقد لا يتقبلها الآخرون ونحن نحترم الجهتين من يتقبل ومن لا يتقبل طبعا نحكي باسم مؤسسة البراني اللي عندهم كامل الاحترام وعندهم طبعا الحق في أنهم يدفعوا على العمل تاحهم كمصنف فني في نفس الوقت أطلب من الجميع من الكلم المتابعين أن يتركوا المسلسل يمتد في بعض الحلقات لأنهم رح يكتشفوا بزاف أمور سيصل إليها العمل من خلال شخصه من خلال أبطاله من خلال أحداثه رح نشوف تغييرات كبيرة درامية في الشخصية اللي رح تقلب تماما فكرة من يقول البعض أنها ترويج لضاهرة السلبية هي المخدرات من بعد البراني مش هو اللي يقلب اللي كان مخدرات في الجزائر وإنما هي كينا هو نعكاس لواقع نريد جميعا أن نغيره كينا اللي يغيره عن طريق القانون مصالح الأمن مصالح القضاء كي يغيره عن طريق الفن والإبداع هذه مهمة الفناني والممثلين والكتاب والمخرجين كي يغيره عن طريق الخطاب الديني هذه وظيفة الأئمة ووظيفة ربما حتى المساجد فنتفقوا على مبدأ واحد أننا ضد هذه الظاهرة المخدرات التحرش كل الدواير السلبية اللي والدخيلة على مجتمعنا مجتمعنا محافظ هذه حتى واحد ما قال الله مجتمعنا عنده أخلاقية ربما تختلف رؤية المشاهد عدنا عن رؤية المشاهد في مجتمع أخر هذه متفقن عليها في نفس الوقت أتمنى أن نفسح المجال للإبداع وأن نحترم جميعا الحد الأدنى مما يمكن تقديمه على الشاشة مع الاحترام من الجميع في مقدمتهم أعضاء لجنة اليقضاء التابعة لوزارة الاتصال وطبعا الشروق هي مؤسسة وطنية تقدم منتوج وطني لمشاهد جزائري لا نريده أن يتحول إلى مشاهدة الشاشات ويشوف مشاكل تاعه عن طريق المسلسلات لا تمت بالصلاة إلى هوية هذا الشعب فهذا ملاحظات سريعة عدر اللي أني أطلت فيها ولكن طبعا باش نقول لكم باللي مهما كانت القضية مهما كان الخبر تجهدونه في الشروق لأنها المعنية الأولى بهذا البيان على عكس ما يعتقد البعض بأننا نتهرم من المسؤولية أو لا نريد أن نتحدث عنها فيصل بلك تعليق سريع نعم بالفعل أنا متفق معك في هذا الموضوع موضوع أننا نعالج مشاكلنا كالجزائريين ودراما الجزائرية بالنهاية البراني هو عمل فني عمل فني من وحي الخيال مستمبط أو مستمبط يعني هناك استلهام موجود في المجتمع طبعا تعرف قداء والإخوة الحضرين معنا المشاهدين أنه يوميا هناك أخبار من مصالح الأمن في الصحفة الوطنية حولها حجز كمية هائلة من المخدرات تأتي من الخارج هناك من يترب بس أكيد بالجزائر ومن الأحسن تنولها الدراما الجزائرية بآياد جزائرية وبإخراج وإبداع جزائري بأن تكون من إبداع آخر لأنه لو تركنا الآخر يتحدث على مشاكلنا يشوه صورنا ولحظنا في السنوات الأخيرة كيف كانت وثائقيات كانت عالجت بعض المشاكل موجودة في الجزائر بشكل آخر يعني وضع المشتماع الجزائري المشتماع عنيف المشتماع منغلق على نفسه وبالتالي فأنا متفق معك أنا لا لا يوجد أي يعني رغبة من المشرفين على البراني وعلى هذا المسلسل للترويج المخدرات أو التحريض عليه لا بالعكس ويفتح النقاش وري يعني المآسي ولا يعني الأشياء السلبية يترتب على هذا النوع من التصارفات وبالتالي فأعتقدنا نترك للمسلسل شخصيات تغير ونحرقوش المفاجآت بشكل يخلي الناس تفهم الأهداف التي يريد في النهاية هذا عمل فني ما هوش عمل توثيقي ولا عمل أكاديمي وخيالي يعني ما فيش مثلا سلبيات المخدرات إياك إلا هو يعطيك الصورة الحقيقية ويترك الحكم لعقل المشاهد مشاهد يترك مفاتيح يحكم هذا هو أهمية السينما أهمية الدراما تفل بالعموم هذا هو هدية باش الناس يطرح المشاكل تكون على بينا ونعود نذكر باللجنة اليقضاء طبعا لها كل الاحترام في عملها ولن تجد من الشروق إلا المساعدة والدعم وتقديم كل التوضيحات اللازمة ترجمة نانسي قنقر